السلام عليكم ورحمة الله وأهلاً بكم عزيزي المشاهدين في برنامج المشهد نتابع في هذه الحلقة ارتفاع حدة التوتر بين روسيا وأوكرانيا وآخر المستجدات والتطورات واحتمالات غزو روسي لأوكرانيا هذا الأسبوع ونتطرق إلى المخاوف من عواقب اندلاع هذه الحرب على الدول العربية والإفريقية التي تعتمد في غذائها على واردات القمح من أوكرانيا مع تحذيرات مؤسسات إغاثية دولية من احتمال حدوث كوارث ومجاعات في بعض الدول العربية وحول العالم بأسره وفي سياق تحذير الغرب لروسيا من الغزو أعلن وزراء المالية في مجموعة الدول الصناعية السبع استعداد بلادهم لفرض عقوبات اقتصادية جماعية على روسيا حال تعرض أوكرانيا لأي هجوم روسي كما جاء في بيان مشترك نشرته وزارة المالية الألمانية على موقعها الألكتروني البيان أضاف أن أولوية دول السبع هي دعم الجهود المبذولة لتهدئة الوضع والتأكيد أن أي عدوان عسكري من جانب روسيا ضد أوكرانيا سيواجه برد قوي وسريع ومنصق البيان شدد على أن دول السبع مستمرة في حماية أوكرانيا ودعم اقتصادها بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية ولسيما صندوق النقد الدولي لمناقشة هذه المحاور في هذا المشهد المتفاعل أرحب بضيوفي هنا في الستوديوم الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أحمد عجاج وأستاذ العلوم السياسية دكتور مثنى عبدالله ومن موسكو سيكون معنا المحلل السياسي تيمور دويدار أهلا بكم ضيوفي الأعزاء دكتور مثنى إذا بدأت معك بآخر تطور قبل قليل الرئيس الروسي بوتين يطلب من وزير خارجيتي لافروف مناقشة الهاجس الأمنية لروسيا مع الغرب إذا كان الهاجس الأمني لروسيا هو الأكثر ربما في الخطاب الإعلامي الروسي الأكثر حضورا خلال الشهر الماضي كخلفية لهذه الأزمة كيف ترى وجود فعلا هاجس أمني لدى روسيا كمبرر لهذا الحشد العسكري الضخم الروسي على حدود أوكرانيا وأيضا على حدود أوكرانيا من طرف روسيا وعلى حدود أوكرانيا مع بلاروسيا يعني أولا يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار أنه السياسة الروسية الداخلية والخارجية قائمة على الارتباط بالأمن الستراتيجي لا زالت روسيا لحد اليوم تعتقد بأنه أمنها القومي لا ينتهي عند حدودها وإنما ينتهي في حدود جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة وهذا الهاجس في الحقيقة في العقل السياسي الروسي ليس الآن وإنما من زمان يعني من ندو أيام القياصرة كان يعتقدون بأنه الغرب يريد ابتلاع روسيا أو قسم من أراضي روسيا لذلك تشكل الأقل السياسي الروسي ضمن هذه الأيقونة ضمن هذه النقطة بالذات وبذلك يحاولون اللعب على هذا الموضوع اليوم لا زالت لحد الآن روسيا تعتقد بأنه الدول المتاخمة لها هي من ضمن أراضيها من ضمن حدودها وبالتالي تحاول دفع الغرب إلى أبعد من هذه المناطق هي تعتقد بأنه الدول المتاخمة إليها يجب أن تكون دول عازلة بينها وبين الغرب هذا المنطق يفهمه الأوروبيون ولا يفهمه الأمريكان لذلك الأوروبيين اليوم وحتى على لسان الرئيس ماكرون قال يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار الهواجس الأمنية لروسيا لكن لماذا لم يأخذوها من قبل لماذا لم يأخذوها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1992 الآن روسيا بجمهوريات البلطيق التي تحدها من الشمال أستونيا لاتفيا وليتوانيا كلها دول في حلف النيتو صحيح هناك سببين رئيسيين لظهور أزمة أوكرانيا في هذا الوقت أولا أنه بوتين يعتقد بينهم أوكرانيا بدأت تهرب من يده يريد البقاء على السيطرة على أوكرانيا يجب أن أشير لك سيد الكريم بأنه لا زال كل السياسيين الروسي يعتقدون بأنه لا يوجد شيء اسمه أوكرانيا وهي جزء من روسيا وحتى في المقال الأخي اللوب لبوتين قال بأنه لا توجد شيء اسمه أوكرانيا وهي جزء من روسيا هذا الفهم لهذا الموضوع يعطيه اهتمام مع التوسع يعني غير القعد الأمني أيضا بالضبط أنه يعطيه اهتمام بأنه أوكرانيا بدأ الغرب يتجهي إليها وبالتالي انضمامها إلى النيتو يمكن أن يأخذها من يده الموضوع السبب الثاني أنه الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها اهتمام بالروس بالدرجة الأولى اهتمامها بالصين يعني لو نظرت إلى الأجندة الأمنية التي طرحها بايدن في بداية وصولها إلى السلطة قال بأنه هناك الصين ثم روسيا إذن الولايات المتحدة الأمريكية مهتمة بالصين أكثر من روسيا يعني منشغلة بها كأنها تعطي فرصة لبوتين الآن ينفذ أجندته إضافة إلى الداخل الأمريكي انشغالات الرئيس بايدن بالداخل الأمريكي دكتور أحمد عجاج بماذا تختلف أوكرانيا عن دول البلطيق مثلا ثلاث دول هي كانت السباقة في دول أوروبا الشرقية للدخول في الناتو إستونيا وليتوانيا ولاتفيا إضافة إلى بولغاريا ورومانيا ومعظم دول أوروبا الشرقية فلماذا يخشى بوتين فقط من أوكرانيا التي أكد اليوم نائب وزير الخارجية الأوكراني بأن تصريحات سفير أوكرانيا في لندن حول عدم أو ربما سحب طلب العضوية في الناتو غير دقيقة طبعا السبب هو أن روسيا بعدما سقط الاتحاد السوفيتي أصبح الدولة ضعيفة جدا وسبب ضعفها أنها انهارت اقتصاديا ونحن نعرف ما حدث لها وحتاجت لوقت لتعيد بناء ذاتها خلال هذا الوقت تقدم حلف شمال الأطلسي وضم هذه الدول بوتين عمل على بناء القوة الروسية بعد ارتفاع النفض وبعد تسوية الأمور داخليا وشيئا فشيئا بدأ يظهر على الساحة الدولية لأنه اعتبر أن سقوط الاتحاد السوفيتي كان أكبر كارثة في القرن الواحد والعشرين لذلك هو بعدما بنى هذه القوة أصبح يتحدث عن نطاق نفوس كما تحدث عنه الدكتور بأن لروسيا حق بأن لديها حديقة خلفية لا يمكن لأحد أن يتقدم إليها كما لأمريكا حديقة خلفية هذا المنطق الذي يتبعه بوتين يفرضه الآن عبر استخدام القوة والتهديد بالقوة ويحاول من خلال القوة التفاوض مع الأمريكان لأنه يدرك تماما أن الأوروبيين غير قادرين على التفاوض معه وتوصل إلى حل الذي يمكن أن يتوصل معه إلى حل هو الولايات المتحدة الأمريكية السؤال لماذا؟ لأن المصالح الاقتصادية التي سنناقشها أيضا في هذه الحقبة بالتفصيل تبدو في المقام الأول بين روسيا وبين الاتحاد الأوروبي بين روسيا وبين ألمانيا أيضا أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية مشكلة الدول الأوروبية أنها مقسمة يعني هناك أنا أعتقد كما كان يقول وزير الدفاع الأمريكي رامسفيل الأسبق أن هناك أوروبا القديمة وأوروبا الجديدة القديمة هي فرنسا وإيطاليا وألمانيا وغيرها المترددة والتي تعمقت فيها الليبرالية بمعنى أنها لا يمكن أن تقدم على حروب ما لم يوافق شعبها وإلى غيرها بينما الدول الجديدة وهي الدول الأوروبا الشرقية التي عانت من حلف ورسو الكثير فأنها تخالف تماما نظرة هذه الدول بريطانيا الآن بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي استطاعت بموقفها المتقدم والمتشدد أن تكسب ود هذه الدول وهذه الدول الآن تطالب المستشار الألماني بأن تكون لبريطانيا دور قيادة في منظمة الأمن الأوروبي ولذلك رأينا فرنسا وألمانيا تسيران في حل وهو أعطاء بوتين ما يريد من خلال اتفاقية منسك يعني أي أعطاء الانفصاليين في شرق أوكرانيا شبه استقلال يكون لهم من خلاله حق الفيتو على قرار الحكومة الإكرانية ورفض بريطانيا لهذا الاتفاق وتسميته بأنها تعفوا منه رائحة ميونيخ بمعنى عندما قررت بريطانيا وفرنسا وعطاء ألمانيا يعني أيام هتلر جزء من أراضي تشيكوستوفاكيا هذا الموقف الأوروبي المنقسم هو الذي يجعل بوتين يدرك أن أوروبا لا تستطيع معه التوصل إلى حل الذي تستطيع التوصل معه إلى حل هو أمريكا التي تدير اللعبة الأوروبية كلها دكتور تيمور أهلا بك في هذه الحلقة من برنامج المشهد إذا بدأت معك ببيان مجموعة السبع الذي بدأ حادا بلهجته وقويا من حيث التجديد على أن العقوبات التي سيفرضها ليس فقط الاتحاد الأوروبي بل دول مجموعة السبع الصناعية ستكون الأقوى والأضخم إذا قام بوتين بغزو أوكرانيا إلى أي مدى تعتقد بأن هذا سيردع روسيا عن الإقدام على الغزو؟ تحياتي السادة الكرام لا أعتقد أن هذا قد يغير من حيث المبدأ اتخاذ القرار في الكريملين وصراحة القرار في الكريملين متخذ من قبل بوتين وربما يتقاسم أفكاره مع واحد أو اثنين بالكثير من الأشخاص فبالتالي هذا يوضح كيف تدار السياسة واتخاذ القرار وسرعة المناورة من قبل الروس طيب ولكن سؤالي طبعا لماذا يعني ما الذي يجعل روسيا غير مكترثة بهذه العقوبات الاقتصادية الضخمة على الرغم من أن اقتصادها يحتمد بشكل كبير على بيع النفط والغاز نعم هذا ما كنت أود أن أوضحه أن روسيا لا تسعى إلى أن تقابل هذه العقوبات يعني لم أسمع في موسكو من أي من الأجواء السيادية أن هناك نية لغازو أو محاربة أوكرانيا فلذلك الموضوع مستبعد من حيث المبدأ أن روسيا قد تغضع إلى ذلك أود أن ألفت نظركم يا سادة هذه العقوبات كانت مجهزة من السنة الماضية أعتقد نفس هذا الباكيج بخصوص موضوع نفالني المعارض الروسي فبالتالي موضوعنا ذلك اتناسى من قبل الغرب وهذه العقوبات الآن نسبت إلى ما قد يفترض أن يحدث غازو روسي لأوكرانيا وإن لم يحدث فإن موضوع العقوبات سوف يفنى لكن مرة أخرى هل لدى روسيا بداء الاقتصادية؟ وهذا سؤال لدكتور تيمور إذا مثلا تخلى الغرب عن الغاز الروسي وهناك حديث تصريحات اليوم لمسؤولين أوروبيين حول نقاش مع الجزائر مع قطر لتأمين الغاز لأوروبا حالة فرض عقوبات على روسيا السؤال لمن ستبيع روسيا غازها؟ روسيا تبيع غازها للصين ونطبيع نفطها للصين بكميات كبيرة لكن بأسعار ضئيلة تبيع لتركيا بغرض التوزيع ما بعد ذلك من تركيا إلى أوروبا وأنا صراحة لم أسمع من ألمانيا أي تصريحات معادية لما يسمى تصدير الغاز الروسي لا أدري كيف سوف يعيشون 30% من استهلاك الغاز في أوروبا يأتي من روسيا والأغلب منه في ألمانيا معظمه ربما ابقم معي دكتور تيمور هذه نقطة مهمة أن أقول لك دكتور مثنى أن العقوبات سلاح ذو حدين كما يقال والبعض يقول أصلا الغرب وتحديدا أوروبا لا يستطيع تطبيق هذه العقوبات لأنه هو الذي سيتضرر في المقام الأول دكتور تيمور قال 30% من غاز أوروبا من روسيا في ألمانيا تحديدا هناك تقديرات أن أكثر من 60% إلى 70% من غاز ألمانيا يعتمد على روسيا إذن حتى لو غزت روسيا أوكرانيا هل يستطيع الغرب وأوروبا تحديدا تحمل هذه العقوبات يعني أنا أعتقد بأنه تجارب كل الحصارات التي فرضت في العالم لم تعطي أكلها كاملة يعني يجب أن نؤكد على أنه صحيح تتأذى روسيا من موضوع الحصار الاقتصادي أو العقوبات التي ستفرض عليها يعني أستطيع أن أقول بأنه نورد ستريم 2 مع ألمانيا رح يتأثر أيضا شركة غاز بروم الروسية هناك دراسات تقول بأنه سوف تخسر يوميا 200 مليون دولار أمريكي لكنه في نفس الوقت يجب أن ننظر إلى أنه الرئيس بوتين حضر الروسيين لهذا الموضوع خلال العام الماضي كان هناك احتياطات من العملات الأجنبية ومن الذهب ما يقدر بـ 260 مليار دولار وهذا مبلغ ضخم أيضا تراهن روسيا على تحالفاتها في دول العالم يعني على تحالفاتها مع إيران على تحالفاتها مع شمال أفريقيا على تحالفاتها هذه كلها في الحقيقة أنا أعتقد بأنه سوف تجعل العقوبات تتآكل لكنه كما قلت أنت سوف يتأذى الغرف حقيقة من هذا الموضوع يعني رقم 60% من الغاز الروسي يذهب إلى ألمانيا رقما كبير وبالتالي لا توجد لحد الآن دول قادرة على سد هذا الفراغ يعني عندما حتى إذا تم استجرار الغاز المسال من قطر والجزائر ودول أخرى يعني الإمكانيات الغاز على سبيل المثل في قطر اليوم واصل إلى قمة الإنتاج قيلة أثناء لقاء أمير قطر مع الرئيس بايدن قيلة بعض التحاليل والدراسات بأنه تحتاج قطر إلى حدود سنتين أو ثلاث سنوات لرفع الإنتاج كي تغطي وربما بالتالي هذا في الحقيقة عاق كبير أمام تنفيذ العقوبات والنتائجها أن تأتي متكاملة والنتيجة الاقتصادية دكتور أحمد أنه إذا حصلت أي أزمة اقتصادية لن تكون كارثة على روسيا فقط فستكون كارثة على العالم خذ أسعار الغاز مثلا أنت وأنا والدكتور مثلنا كلنا تأثرنا هنا في بريطانيا التي ربما نصيب استيرادها من الغاز الروسي لا تتجاوز واحد إلى اثنين بالمئة ومع ذلك ارتفعت فاتورة الطاقة لدينا من أربعين إلى خمسين بالمئة فكيف سيتحملها الأوروبيون؟ طبعا قضية الطاقة في بريطانيا تعود إلى سياسات الحكومة وأخطائها أنها لم تخزن بما يكفي لكن كل أوروبا ارتفعت فيها والسبب أيضا البيئة والعزوف عن المفاعلات النووية ألمانيا مثلا توقفت كليا تقيبا عن استخدام المفاعلات النووية لاستجرار الطاقة كل هذا أثر وبالتالي فأن هذه الأمور أعتقد أن أوروبا قد تتأثر بالطاقة نعم قد تأثر لكن تدرس بدائل ومنها استجرار الغاز الأمريكي أيضا ليس فقط والقطري أيضا يجري التفاوض الآن عبر تحويل الصفقات المعقودة مع آسيا تحويلها إلى أوروبا لكن هذه ليست حلول عاجلة هذه تحتاج لوقت وإذا اندلعت حرب ربما يهدد بوتين بقطع الغاز تماما ماذا الذي حدث الآن؟ أن المفاوضات وإطالتها تسمح لهذه الدول الآن بالاستعداد نحن نرى أن الحجود بوتين ليست الآن تدعت في فترة طويلة أبريل من السنة الماضية وتراجع سماعات وكل هذه الأمور يستعد لها الغرب وهذه السياسات يأخذ بعين الاعتبار فيها الأمن القومي والاستراتيجي على المدى البعيد بمعنى آخر أن قضية ما يطرحه الرئيس بوتين قضية خطيرة جدا لأنه أولا يعيد تعريف القانون الدولي أنه لا يحق لدولة مستقلة أن تتحالك مع دولة أخرى أو أن تنتمي لتكاتل التجاري الثانية ثالثا هو يشكك في الإطار الأمني الذي قام بعد الحرب الباردة ويريد إعادته ولذلك الغرب لا يقبل بهذه المنطق وبالتالي يعتبر أن القبول به خطأ استراتيجي يهدد أمن أوروبا كما قلت لك المشكلة الآن أن في أوروبا دول مهمة وفاعلة مثل فرنسا وألمانيا ترى أن معادات موسكو خطر جدا وأن موسكو يجب أن تكون من تشكيل أمن أوروبي هم يرون أن موسكو هي دولة أوروبية ولا يمكن استبعادها بل استجرارها لتكون من ضمن تشكيل أوروبية ونسق أمن أوروبي معين هذا الذي تقوله فرنسا وألمانيا تعارضه الولايات المتحدة الأمريكية وتعارضه بريطانيا وبعض الدول الأوروبية الشرقية لذلك هناك خلاف حقيقي في كيفية مواجهة طيب أنا أريد بس أقول شغل أنه ليس فقط العقوبات الاقتصادية يعني هناك تهديد أصبحنا نعرفه ضمني بأنه إذا ما اشتاح بوتين أوكرانيا فأن الدول الغربية أمريكا وأوروبا سمستعدة لتسليح السوار في أوكرانيا لمقاومة مقاومة جيش روسي جيش حوالي 150 ألف جندي نعم نحن رأينا أمريكا بعظمتها وهزمت في أفغانستان عندما تكون دول مجاورة تزود السوار بالأسلحة وتعطيهم كل شيء فأن السروسية ستغرق في وحول وهذا ما يخافه بوتين أيضا سأناقش معك احتمالات الحرب لاحقا في هذه الحلقة لكن أعود لك دكتور تيمور بالنسبة لهذه الحشود الضخمة التي آخرها كما نقلت وزارة الدفاع الأوكرانية حوالي 32 ألف جندي في شبه جزيرة القرم وحدها كيف تفسره روسيا وتصر كل يوم على القول بأن تصريحات الغرب حول احتمالات الغزو كلها مبالغة وغير دقيقة سوف أجاب على السؤال أريد أن أضيفه للزميل أن حجم معاملاتنا التجارية مع روبا كانت قبل 14 أكثر من 400 مليار دولار الآن ربما في حدود 200 وفي الأيام الأخيرة أحب أن أذكركم أيضا روسيا أصبحت المصدر الأول للولايات المتحدة من الديزل 22% من سوق الولايات المتحدة الآن يدبى روسيا هذا حصل في أيام الأخيرة بخصوص شبه جزيرة القرم وكل القوات الموجودة حول أوكرانيا هذا دعم للحوار السياسي أو الإشارة السياسية ودعم لي الدبلوماسية الروسية تجاه الغرب أوروبا أوروبا بالتحديد أوروبا الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والأمن الأوروبي لإعادة النظر في بنود تخص عدم في البندل الذي يخص الكل موقع عليه بما في الولايات المتحدة عدم بناء الأمن للدولة على حساب الآخر ولكن في هذا تحديدا دكتور تيمورو سمح لي بالمقاطعة يعني كما أخار لك دكتور أحمد عجاج ربما الغرب لديه مبدأ أنه لا يجوز التدخل بالقرارات السيادية للدول إذا كانت أوكرانيا تقدمت بطلب لحلف النيتو للانضماء فلا يستطيع لا الروس ولا الأمريكان أن يقولوا للأكرانيين إسحبوا طلبكم أنا فهمت السؤال في سنة 2008 في أبريل كان هناك اجتماع سامت للحلف الأطلسي بقيادة نفسه السيد ستولتنبرغ في أغسطس نفس السنة أثناء الأولمبياد جورجيا حاولت حسم الصراع مع السيطية الجنوبية عسكريا وغزت روسيا جورجيا كلها الآن نشهد ربما نفس السيناريو لكن في هذه الحالة جيش الروسي على تأهب إن حصل أي شيء من قبل الأوكران بخصوص البند في حلف الأطلسية الذي يخص أنهم يقبلون فنعود إلى سنة 2008 في 2008 في هذا الاجتماع في أبريل دعا ستولتنبرغ جورجيا وأوكرانيا للانضمام على حلف الأطلسي وحثهم على إقابية حلف الأطلسي تقاه جورجيا وأوكرانيا في تطلعهم إلى اليورو أطلسي هذا حثت رئيس جورجي ساكل شوي لحينئذ أن يتحرك عسكريا لذلك ما يبيعه حلف الأطلسي في الميديا شيء وعلى الواقع شيء آخر لكن على الواقع أيضا هل يستطيع حلف النيتو أن يقول لأوكرانيا لا تتقدمي إسحبي طلبك وأوكراني ومن يقول للأوكرانيين مثلا إذا كان خيارهم بالانضمام هو مقدمة للدخول في الاتحاد الأوروبي لأن الموضوعين مرتبطان والأوكراني يريدون فعلا أن يتحولوا بلدهم إلى نموذج اقتصادي كما هي معظم دول الاتحاد الأوروبي نعم هم يستطيعون أن يقوموا بذلك في أمان تام كدولة محايدة مثل سويسرا أو النمسا ويعشون نفس المعيشة أحب أن أذكركم عندما تفكك الاتحاد السوفيتي وأخذت أوكرانيا ما يسمى باستقلالها للعلم روسيا أيضا لديها عيد يوم الاستقلال شيء مبهر من الاتحاد السوفيتي فكانت هذه الدولة رقم ثلاثة مصنفة اقتصاديا في أوروبا وفي خلال أربع سنوات كنا نتوقع أن تكون رقم واحد اقتصاد في أوروبا الآن أوكرانيا في العشر أيام الأخيرة بمساعدة واشنطن تم تدبير اقتصادها الهج تماما وبهذا الحصار الذي عمله الكريملين العسكري بما فيها البحر وقطاع التوريدات تأثرت الدريدينج أقصد دمر الاقتصاد سأناقذ هذه نقطة بالتفصيل ابقى معي دكتور جيمور سأعود لك دكتور بالاقتصاد تحديدا هل يستطيع الناتو وهو حلف عسكري أن يمنع أوكرانيا ويقول لها لا تتقدمي أو أنا رفضت طلبك إذا كان مرة أخرى أوكرانيا تربط هذا الطلب بالانضمام للاتحاد الأوروبي لأن معظم الدول الأوروبا الشرقية التي انضمت للناتو تم قبولها فيما بعد في الاتحاد الأوروبي يعني هذا مسألة انضمام أوكرانيا إلى الناتو في الحقيقة يعني أنا لدي حقائق أنه تدحف هذا الموضوع أولا أن الولايات المتحدة الأمريكية طرحت موضوع انضمام أوكرانيا بالعام 2008 إلى الناتو لكنه لحد اليوم لم تقدم خطوة واحدة بهذا الاتجاه الحقيقة الثانية أنه الولايات المتحدة الأمريكية إلى حد اليوم قالت أنه ليس لدينا استعداد بالدخول بحرب إلى جانب أوكرانيا لأنها ليست عضو حتى الآن وسحبت كل جنودها ومستشارها من هذا الموضوع الموضوع الثالث أنه في القانون لانضمام إلى الناتو هناك فقرة تقول بأنه الدول التي لديها مشاكل سياسية في الداخل وأقاليم تريد الانفصال وأقاليم معلنة استقلالها بشكلين لا يمكن قبولها بالناتو وهذا ينطبق على أوكرانيا وهذا ينطبق على أوكرانيا إذن لنسأل موضوع الانضمام أوكرانيا إلى الناتو هذا في الحقيقة هم يريدون أوكرانيا تصبح طاولة بينهم وبين الناتو لكن ما رأي أوكرانيا دكتور مزامر بينهم وبين بوتين أوكرانيا نفسها ليس لديها الحق إذا شعرت بالتهديد من روسيا أن تطلب الانضمام للناتو تطلب الانضمام للناتو لكنه هو أصلا قانونا بالناتو أنه لا يمكن قبولها لهذه الأسباب السياسية التي تعانيها وبالتالي هم يريدون من أوكرانيا أن تصبح طاولة بينه وبينه للضغط عليه لتراجعه في ملفات أخرى أو لقبوله بملفات جديدة وبنقاط كثيرة هذا السبب الرئيسي في الحقيقة لكنه لو نظرت اليوم هل وقف العالم الغربي والولايات المتحدة الأمريكية مع أوكرانيا عندما ضمت بوتين شبه جزيرة القرم لم يتحرك أي أحد وكتوسط أيضا في شرق أوكرانيا بالضبط ولا زالت متروكة لحد اليوم لا يوجد هناك أي تحرك فيها ما خيارات من نيتو دكتور أحمد عجاجي هل تعتقد بأن هذا التصعيد الروسي قد يدفع عن نيتو لفعلا قبول أوكرانيا وعندما تصبح عضوا في النايتو فإنه سيدافع عنه طبعا يعني ليعلق فقط على كلام الدكتور بأن أوكرانيا تقدمت بطلب ورفضه الرفض لم يكن من قبل أمريكي الرفض من قبل الأوروبيين لأنه كما قلت هناك فرنسا وألمانيا يعارضون لأنهم يفهمون تماما أن قبولها في حلف النايتو سيسير حفزة الرئيس بوتين لذلك أخروا الطلب ولم يقبلوا به بسبب نتيجة الخلاف داخل حلف النايتو بمعنى أن الروات المتحدة الأمريكية كانت راغبة بذلك وبريطانيا راغبة بذلك لكن فرنسا وألمانيا الدول الأوروبية القديمة كما سمعتها رفضت ذلك القضية الثانية أن أوكرانيا قبول دول لديها مشاكل المشاكل لم تكن موجودة المشاكل افتعالتها روسيا مثلا عندما ضمت جزيرة القرم بقوة وبعد ذلك قالت الأنفصاليين مثل ما حدث في جورجيا وغيرها لكن المشاكل الآن أصبحت أمر واقع طبعا نحن نتكلم عن الأساس كيف ذلك ولا يجب أن لا ننسى أن في اتفاقية بودوبست 1994 وافقت روسيا على استقلال أوكرانيا وعلى عدم التدخل بأمنها ولا تهديدها اقتصاديا واعتراف بسيادتها الكاملة مقابل أن تتخلى عن أسلحتها النووية وهناك كان ضمان أمريكا وفرنسا وبريطانيا وحتى الصين يعني بطريقة غير مباشرة والآن عندما تخلت عن سلاحها أصبحت مكشوفة إذن القضية القضية مهمة خطيرة جدا إذا قابلنا بأن لكل دولة قوية الحق وهو موجود في الواقعية السياسية لكن إذا شرعناه قانونا فهذا مسألة خطيرة لأن الصين بعد غد ستحتل تيوان والعالم مليء في هذه النزاعات وبالتالي سيشتعل العالم كله إذن لابد من الاتفاق على أرضية معينة لحل هذه الأزمة سنناقش احتمالات هذا الاتفاق بعد فاصل قصير فاصل قصير نعود بعده لمتابعة برنامجنا فابقوا معنا موسيقى 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 اهلا بكم مرة أخرى في هذه الحلقة من المشهد نتابع فيها آخر تطورات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا واحتمالات اندلاع حرب وغزب روسي وشيك تقديرات ترجح أنه هذا الأسبوع أجدد التحية بضيوفي هنا في الستوديو الكاتب والمحلل السياسي دكتور أحمد عجاج وكذلك الأكاديمي وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة لندن دكتور مثنى عبدالله ومن موسكو الكاتب والباحث الروسي دكتور تيمور دويدار وأبدأ معك دكتور تيمور حول مسألة الأمن في أوروبا تقرير مؤتمر ميونيخ للأمن والبحث عن رد ربما بعدم تجزيئة الأمن هل تعتقد بأنه يمكن أن يحل الأزمة خاصة أنه قبل قليل وزير الخارجية الأوكراني بحث مع نظيره الأمريكي دور منظمة الأمن الأوروبي في حل الأزمة هذا لن يحل أي شيء ولا يستحق حتى الحديث عنه الشيء الوحيد الذي باستطاعته تهدئة الأمور ثم أنت ذكرت أن هناك مشكلة قائمة بين روسيا وأوكرانيا لا توجد مشاكل بين البلدين مشكلة بين موسكو وواشنطن فالموضوع الوحيد أو الشيء الوحيد هو حيادية أوكرانيا سحب من دستورها فقرة تطلعها إلى الانضمام لحلف الأطلسي وهذا سوف يلاقي دعم كبير جدا من قبل الغرب وحتى الولايات المتحدة لكن منظمة الأمن والتعاون الأوروبي لماذا تقلل من دورها؟ والروس أيضا أمس تحدثوا عن ضرورة أن يكون لها دور فاعل في هذه الأزمة وفي ضمانات الروس لأنك تذكر المنظمة دون ذكر الأغراض الروس يتبحثون مع أويسي إعادة تشكيل الأمن الأوروبي الأوكراني يبحثون مع أويسي سؤالهم إلى الروس الذي يعطى على إجابته 48 ساعة بخصوص ما داعي تواجد قواتكم على حدودها فهذا موضوعين مختلفين وصراحة طلب أوكرانيا خارج عن حتى الحوار وروسيا لن تنظر إليه الموضوع الآن أنا أتوقع إما سوف يكون هناك انقلاب في كييف تغيير نظام الحكم بعد ذهاب الدبلوماسيين والأجانب والأوليغاركس الأغنياء الأوكراني فهم غادروا أوكرانيا زيلانسكي لوحده الآن أنا لا أريد أن أتوقع هل تسعى موسكو؟ هل هناك معلومات بأن هذا السيناريو ربما الأقل تكلفة بالتأكيد يفضله بوتين؟ بوتين لن عندما أنا أولا أنا لست بدكتور ثانيا تخصصي أنا مستشار في إدارة قطاع الأعمال والسياسة الدولية أي مستشار للمستثمرين فكل ما أود قوله أن الكل يريد أن لا يخسر الخسارة كبيرة عندما تقام الحرب أنا لست عسكري لكن من زملائي في المستشارين في موسكو علمت شيء بسيط أي حرب عند اتخاذ القرار بالقيام بها يجب أن يكون هناك تارجت ساعدني بالعربية هدف نعم أن يكون هناك هدف والهدف واضح هو تغيير النظام في أوكرانيا ما هو الواضح لك يعني اشرح لي بالنسبة للغرب بالنسبة للغرب الحديث عن حشد عسكري ضخم على الحدود ومعلومات استخباراتية بأن الغزو وشيك لا يمكن أن يكون كل ذلك معلومات لا قيمة لها وأن هذا كل لا يمكن أن يكون دون شيء على الأرض هذه حرب معلوماتية لأن للروس لا يوجد هدف ثم هناك مشكلة أخرى موضوع آخر ما بعد الحرب يعني لا أحد هنا غبي في موسكو نعم هناك دفع بالقوات ثم الآن الأرض في الأرض التربة نفسها في أوكرانيا لا تسمح بغزو بالعتاد طيب سأعود لك أستاذ تيمور بصروق عين وانتهى الأمر نعم دكتور موثنى الروس كل يوم يستخفون بأي حديث غربي أن هناك غزو وشيك لكن تصريحات الغربية لا تأتي من فراغ بالتأكيد هناك اختراق أمني اختراق استخباراتي اختراق للأحاديث بين القادة والروس على الحدود مما يشي بأن هناك احتمالات غزو ما ترجيحك هل يمكن أن يشهد هذا الأسبوع غزو كما قال الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن يكون يوم الأربعاء يعني دائماً الحشود العسكرية هي ليس نتيجتها الحرب في الحقيقة بالضرورة بالضرورة في بعض الأحيان تكون تكون نتيجة للوصول إلى حل لأنه عندما تستعرض عضلاتك كأنت أمام الآخر تجنب الآخر الدخول في هذه المعركة لكن لو نظرت إلى حجم هذه الحشود تستطيع الاستنتاج بأنه متطلبات بوتين ومطالبه ليست سهلة وليست بسيطة لذلك يتحرك مثلاً الغرب يعني أنت أتيت على ذكر المنظمة الأمن والتعاون الأوروبي بالمناسبة روسيا أعلنت عدم مشاركتها بمؤتمر الأمن بميونخ 18 من هذا الشهر بالضوط أعلنت عدم مشاركتها لكن لو نظرت إلى الأوروبيين في الحقيقة الأوروبيين مهتمين في هذا الموضوع لماذا؟ لأنه روسيا قادرة على تهديد أوروبا هددت أوروبا من خلال بيلاروسيا قبل فترة باللاجئين في موضوع اللاجئين وأصبح موضوعاً كبيراً جداً فلندا طلبت الحياد ما بين المعسكرين كون مثل بوفر زون بالضبط لكنه هل ينطبق هذا النموذج على أوكرانيا؟ لا أعتقد لماذا؟ لأنه آنذاك كانت فلندا أراضيها موحدة أوكرانيا أراضيها ليست موحدة فلندا هي التي طلبت أوكرانيا بالعكس طلبت الانضمام إلى حلف الناتو وتقول بأنه روسيا تهددها إذن النموذج الفلندي إذا كان بحدى فيه ريه أنا أعتقد لا يمكن الأصول إليه لكنه ممكن كما قال الرئيس الفرنسي بأنه هناك أفكار هذا يعطيك إذن لكن بوتينيا الحلول الوسط التي يطلبها غير موجودة هو من موجهة النظر الغربية ومشهد النظر الأوكرانية على الأقل هو يريد رضوخ أوكرانيا إلى طلب عدم الانضمام وهذا يبدو قرار سيادي هذا صحيح لذلك قلت لك بأنه يختلف عن النموذج الفلندي لأنه فلندي لم تطلب هذا الموضوع لكن لو لو نقول بأنه ما هو الحل في الحقيقة يعني الحل العسكري أنا في تصوري أنه الحل العسكري أقليم دونباس يتخذ كمنصة للقوات الروسية وبالتالي تصل إلى نهر دينيبر وبالتالي تقسم شرق أوكرانيا عن غربها وتقف عند هذا الحد وبالتالي تفرضه أمر الواقع لكنه لازلت لحد اليوم أنا لا أعتقد بأنه يمكن الذهاب إلى الحرب لماذا؟ لأنه الحرب مكلفة لروسيا يعني الهجوم على أوكرانيا واحتلال كل أوكرانيا الخبراء العسكريين يقولون بأنه يتطلب حوالي 300 ألف جندي عسكري إلا إذا كانت حق خاطفة وسريعة دكتور موثنا دكتور أحمد لن أسأل بالتحليل العسكري ولكن ما أشار له السيد ثيمور من موسكو بأن ربما أقلت الحلول تكلفة هي تغيير الحكم في كييف يعني انقلاب قصر إذا تغير الحكم في كييف وأتى بحكم قريب بالرئيس السابق الأسبق فإن نظام موالي لموسكو هو الحل الأقل تكلفة طبعا لو حدث ذلك الأقل تكلفة لكن هل حدث هذا السؤال يعني هل يمكن أن لا يحدث طبعا طبعا لا يحدث لأنه الآن الوضع في أوكرانيا يختلف هناك نوع من الشعور الوطني والقومي وأن هناك بلدا يهدد بلد آخر وأن الشعب يعني لم يؤخذ قراره بذلك أي لم يجري استفتاء على هذا الموضوع يعني كل هذه الأمور تجعل غير الممكن أن يحدث ذلك لكن إذا حدثت تنتهي الأزمة طبعا ولا يمكن للغرب أن يتدخل ولكن يمكن أن يحدث عبر غزو لأنه حدثنا حتى في المسألة العسكرية بأنه كييف قريبة إلى الحدود البيلاروسية يعني أقل من 100 كيلو فبالتالي أي خوات روسية تدخل من بيلاروسيا تستطيع أن تجتاح العاصمة في أيام يعني الغزو ليس عملية سهلة كما قال الدكتور حتى ولو احتلوا أوكرانيا وجلسوا فيها واستتبى الأمر بوتين لا تزال لدي مشكلة هو مطالبه ماذا؟ ليس فقط أوكرانيا هو مطالبه أن لا يقبل حلف الناتو أي دولة من دول أوروبا الشرقية يعني حتى دول البلطيق تشكل تهديد له يعني دول البلطيق ليست بعيدة عن نوسكو يعني والآن نتيجة عمله عزز الناتو تحالفاته في بولندا وفي رومانيا وفي دول البلطيق أي أنه يريد الناتو أن يبتعد فكانت النتيجة أن الناتو عزز قواته ويستقدمها ويضع جنوده والآن هناك حول 3000 جندي يعني ألماني وبريطاني وأمريكي في بولندا وهذه الرمزية لهذه الجنود مهمة جدا لأنه لو قتله جندي واحد فهو اعتداء لذلك أعتقد أن بوتين لديه مشكلة والغرب لديه مشكلة وهذه المشكلة لا يكون أن تحل إلا بالدبلوماسية القضية كيف تحل؟ هناك حلان يعني الحل الأول الفنلندي وأنا أعتقد أن الأوكرانيين قد قال لن يقبل به والحل الثاني هو أن تدخل في ضمن خطة مبدعة روسية في ضمن تركيبة أمنية أوروبية تساهم روسيا في تعزيز الأمن الأوروبي ولا تضرب البصالح الأوروبية لكن مؤشرات ذلك لا تبتوا إيجابية بإشارة الدكتور المثنى لعدم مشاركة روسيا في اجتماع منظمة الأمن والتعامل الأوروبي القادم طبعا لأن روسيا الآن هي في موضع تفاوض ولديها أوراق قوية هي لديها عشود عسكرية على الحدود وأجبرت الغرب وأجبرت أمريكا على نظر في هذه المسئلة التي لم يكن يعروها أي انتباه يعني الحرب في شمال أوكرانيا مستمرة منذ سنوات ومع ذلك اتفاق منسك لم ينفس ولا أحد يعطي أهمية لهذا الموضوع الآن هو فرض هذا على الجميع ويحاول إيجاد حل له المشكلة كما قلت لك تكون أساسا في دولتين وهي ألمانيا وفرنسا لأن كدهما لهم رؤية مختلفة وهذا يذكرينه بمقالة يعني كيسينجر حول الرؤية الفرنسية نعم يقول أن الفرنسيين والألمان لديهم تصورات تخالف الواقع يعني تصور مستقبلي يتضارب مع الواقع وهذا شيء خطير جدا لأنهم الآن هناك واقع أن الروسية تغزو ومع ذلك يتصورون مشروع أوروبي تدخل فيه روسيا وهذا صعب تحققه في هذا الظرف أسألك سيد تيمور هل هناك تداعيات مباشرة للأزمة الأوكرانية على الدول العربية هناك حديث في الأسبوع الماضي عن مثلا واردات مصر من القمح الأوكراني بأن الأزمة أو اندلاع حرب ستؤثر على هذه الواردات وحتى دول إفريقية أيضا تعتمد على أوكرانيا وروسيا في غذائها من القمح أنا ذكرت أن قطاع التريدينج متأثر للغاية متضرر ارتفاع الأسعار سوف نشهدها في حين هناك تخبطات في الأسعار الآن لكن أوكرانيا الآن تصادف صعوبات في التوريد العالم كله سوف يتأثر أنتم تستهترون بالأمر لا تأخذوني أنا لم أقصد أي شيء سلبي لا يعني وضح لنا ما الذي تقصده نستهترون بالتداعيات الحرب قصدك أنا أذهب إلى أوكرانيا من طوال السنين حتى 13 و14 أثناء الفوضى في أوكرانيا وأذهب إلى ألمانيا لعملي أقابل متخذ القرار والمستثمرين وإلخ فأحب أذكركم بهذا السياق عندما روسيا دمت القرم لم يقتل أحد لم يضرب نار حتى فالشعب واحد أنا لا أعتقد أن الكل بالطبع أنا أتفاهم الزملاء من قراءتهم ومن الميديا هناك نرى أن هناك فرق دفاعية أنا لا أعتقد أن ذلك يعني خاركة في كييف كييف ربما قد مصادف هناك مشاكل لكن لا أودسا أودسا روسية يعني لن يوجد هناك مشاكل في اكتياح أوكرانيا حتى كييف المنطقة الغربية ولكن الاستهتار البعض سيرى أستاذ تيمور أنه هو من طرف روسيا أن تستهتر بمشاعر الشعب الأوكراني عندما تحشد عشرة الآلاف على الحدود وتقول بأن كل هذه الحشود الضخمة لا علاقة لها باحتمالات غزو مفاجئ شوف الحشود الضخمة ليست للغزو أنا ذكرت الغزو الآن الضرب نعم الغزو المستبعد إلا لما تقف الأرض بخصوص الشعب والاخ الشعب واحد لا فرق بيننا الديانة واحدة اللغة واحدة الروابط أنا نصف أوكراني نصف روسي كلنا كذلك يعني غالبيتنا أنا كذلك لكن موضوع نفسه الحرب الأخير يرفع سلاحه على الأخ الأخر هذا هو المستبعد شعبيا هنا وهناك لذلك ترى أن الأوكران براحتهم في مدنهم لا أحد يهرب يعني ولا يستعد ولكن هل هم يستسيغون الرضوخ بالقوة يعني إذا كانت مشهود العسكرية هي لفرض رؤية روسية حول انضمام أوكرانيا للنيتو من عدمه هل يقبلون بهذا؟ أنت تعيد وتكرر الانضمام للنيتو أولاً سقف الطلبات الروسي ليست أوكرانيا والانضمام للنيتو سقف الطلبات الروسي الروسية كل الدول شرق أوروبا أوروبا التي انضمت إلى حلف الأطلسي حتى 1979 عليها على حلف الأطلسي أن ينسحب منها إما سوف ننظر في الأمر عسكرياً هذا هو مطلب بوتين أوكرانيا على الهامش تماماً وجورجيا هؤلاء على الهامش لأن إن أراد بوتين أوكرانيا لأخذها في سنة 14 وربما قبل ذلك لا يوجد نية لذلك تماماً عندنا نية أن أوكرانيا لن تكون مدفعاً غربياً ضد روسيا على حدود روسيا طيب دكتور مثنى ما تداعيات هذه الأزمة على الدول العربية هل تعتقد بأن الدول العربية ستتأثر اقتصادياً كما يمكن أن نرى في مصر مثلاً من واردات إن حصل إن حصل الغزو تأكيد كما يشير السيد تيمور يعني أنا أعتقد بينه دائماً منظومة الأمن الغذائي مهددة والسبب الرئيسي أنه مرتبط باستيراد خارجية وبالتالي كل الأزمات التي تحصل بالعالم تؤثر علينا في الحقيقة اقتصادياً والسياسياً وغيرها لكنه أيضاً في نفس الوقت أنه لنتساءل عندما يعني عندما تنفجر هذه الحرب الفرضية ما بين روسيا وما بين أوكرانيا هو ليس فقط العرب سوف يتأثرون من هذا الموضوع ستأثر العالم في الحقيقة وهنا لكن ملفات خطيرة سوف تكون على الطاولة يجب أن نذكر بأنه يعني هذا الموضوع حتى مرتبط بالملف الإيراني يعني النزاع مرتبط بالملفات السورية ملفات اليمن كيف سيتأثر الموقف الروسي مثلاً في سوريا في ليبيا في بعض الدول الأفريقية التي لديها يشار بأنه لديها قوات عسكرية غير رسمية مثل مجموعة فاغنر كيف ستتأثر بالأزمة الأوكرانية يعني أنا أعتقد بأنه الروس يريدون الروس والصين أيضاً يريدون من هذه الأزمة وضع نظام دولي جديد في الحقيقة يعني التركيز على أوكرانيا يعطي أيضاً تركيز للصين على موضوع تايلند وبالتالي تايوان تقصد تايوان جزيرة تايوان تايوان وبالتالي هذا في الحقيقة سوف يغير النظام الدولي يعني هناك أقرأ من اللقاءات ما بين الرئيس بوتين والرئيس الصيني وهذه التحركات أقرأ فيها أن هناك اتفاق ما بين الدولتين على موضوع وضع نظام دولي جديد سيكونان هم فاعلان فيه أيضاً وليس الولايات المتحدة يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار أنه هاتين الدولتين تنظران إلى الولايات المتحدة على أنه ليس لديها دور كما كان في السابق والدليل على ذلك ما حصل في أفغانستان من انسحابها وبالتالي هم يريدون أن يملأوا الفراغ هو سوف يرتبط أكيد بالموضوع السياسي وهذا جاري في كل النزاعات الدولية دكتور أحمد ما يمكن أن يؤثر فعلاً على الدول العربية وبعض الدول الأفريقية في الأزمة في أوكرانيا هل يمكن أن يكون لها أي كلمة مثلاً على اعتبار بأنها تتأثر بتبعات أي أزمة تنشأ بين روسيا وأوكرانيا تقصد دول العربية دول العربية نعم طبعاً قبل أن أجيب يعني أعلق على الزمير من موسكو أنه نستقي معلوماتنا يعني من الإعلام طبعاً نستقي معلوماتنا من الإعلام الروسي والغربي ونحلل وقوله أنه تم غزء أوكرانيا ولم يحصل يعني مجازر أو ضربة كاف نجب أن نذكره أنه حتى الآن 14 ألف قتيل نتيجة المواجهات ولا تزال المدن في شرق أوكرانيا منقسمة يعني مدينة منقصفة في المصب أي الأوكراني يقاتل الأوكراني الآخر والروس يدعم هذا هذه الرؤية الروسية نحن نتحدث عن عدد الذين سقطوا وقال لم يسقط أحد سقط قتله لا شك بذلك وحدث ما يتخوّفونه من اقتتال الأهل حدث وذلك نستقي من أين من المعلومات الغربية ومن المعلومات هنا لكن الحديث وإشاره كانت الحديث حول احتمالات الغزو أيضاً عندما يتحدث مسؤولون الأمريكيون بالتأكيد يتستقون معلوماتهم من تقارير استخباراتية طبعاً وهناك صور أقمار صناعية وهناك عسكريون يخططون وأنا سألت أحد الضباط قال لي أنها ببضعيات هجومية لكن أنا لا يهمني هذا الموضوع نعود إلى موضوع العرب أنا أعتقد العرب في حالة يعني لا فعل لا يستطيعون أن يفعلوا أي شيء نحن لو توجد أصلاً دول عربية بالمعنى الحقيقي يعني دولنا كلها مفتتة وليست قادرة على فعل أي شيء وهناك الميليشيات تعبس وهناك إيران لكن هل هناك فرص البعض يقول لك عندما ينشغل الكبار بحرب بينهما فهذا يعطي فرصة لترتيب الأوراق الداخلية نعم هذا قد يعطي قد يؤزم الوضع أكثر في بلادنا لأنه سيكون هناك تنافس يعني خذناً نأخذ مثلاً سوريا هناك توافق أمريكي روسي على استقرار الوضع ولو بوضع الراهن بسوريا يعودة الاستقطاب كما يتحدث عنه الدكتور بمعنى يعادة تكوين المجتمع الدولي بكي يكون متعدد الأقطاب وأن لا يكون لأمريكا القوى الضاربة هذا من شأنه أن يخرب هذه التسويات وبالتالي تندلع عزمات في منطقتنا والعرب لكونهم عاجزين سيتأثرون كثيراً ويتضررون كثيراً أكثر مما هو فيه الآن أستاذ مورخي تاماً هل ترى بأن حتى الدول الأفريقية التي الآن هناك نفوذ روسي فيها يمكن لهذه الدول أن تؤثر على حسابات موسكو على اعتبار بأنك خبير اقتصادي يعني يمكن أن تأخذها موسكو في حسبانها وتأخذ دورها في هذه الدول في سيناريوهات حل الأزمة مع أوكرانيا للأسف مثلما افتعلت الولايات المتحدة غزو روسيا روسيا افتعلت معلوماتياً أن لها نفوذ في بعض الدول أو في أفريقيا كل النفوذ في أفريقيا لدول الغرب والآن الصين فلا أعتقد أن روسيا لديها ما تقدمه للدول الأفريقية غير مشروعات الطاقة ومشروعات الدفاعية فلذلك يعني موضوع كلمة نفوذ كبيرة للغاية بالنسبة لروسيا في أفريقيا وحتى عموماً في العالم يعني النفوذ الروسي محدود للغاية لكن في نفس الوقت الكريملين يسعى إلى بناء هذا النفوذ فيرى نفسه في طريقة منافسة مع الجميع صراحة ودعا يعني أطرح الموضوع للزملاء الخبراء على الطاولة الآن أنا أعتقد في اعتقادي أن الموضوع المومنت هذا جوهري للغاية بالنسبة لي الولايات المتحدة الأمريكية لسيد بايدن شخصياً أن يقلب السيد بوتين بقصره الكريملين في صالح أو في زاوية الولايات المتحدة الأمريكية مضاداً للصين لأن هناك حصلت ملامح عدة ربما إن باع بايدن إن ما سمعنا ذلك بإنباع أوكرانيا ونفذ بعض من الطلبات ذات الصف العالي لبوتين سوف نرى روسيا احتمال هذا احتمال في صف الغرب طيب هذا محتمل بهذا الترجيح أختم معك أستاذ تيمور تويدار الكاتب ببحث الروسي من موسكو هذه الحلقة أشكرك شكراً جزيلاً على هذه المداخلة كما أشكر أيضاً ضيوفي هنا في الستوديو الكاتب والمحلل السياسي دكتور أحمد عجاج وكذلك أستاذ العلاقات الدولية في جامعة لندن الدكتور مثنى عبد الله وأشكر لكم أعزائي المشاهدين في ختام هذه الحلقة أترككم في أمان الله بإمكانكم دوماً متابعة هذه الحلقة على بثنا المباشر في يوتيوب كما بإمكانكم التواصل معنا عبر منصتنا المختلفة على مواقع السوشال ميديا في أمان الله